السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة تعلم واستفد مرحبا بكم في درس جديد درس هذه الحصة خاص بمكون التراكيب درس كان وأخواتها أو النواسخ الفعلية إذن سنتعرف على أخوات كان كذلك على كان وعلى الجمل التي تدخل عليها هذه النواسخ وعمل هذه النواسخ أيضا إذن سنبدأ بأقرأ وألاحظ لدينا الجملة الأولى كانت نجاة طفلة إذن هذه الجملة التي أمامنا فأصلها جملة اسمية هي نجاة إذن نجاة طفلة وكما نلاحظ فهذه الجملة تبتدئ بإسم هو نجاة إذن هي جملة اسمية والجملة الإسمية كما نعلم تتكون من مبتدأ وخبر إذن نجاة هنا فهو مبتدأ وطفلة خبر وكلاهما مرفوعان المبتدأ كما نلاحظ مرفوع والخبر أيضا مرفوع لكن لاحظوا عندما دخلت كان على هذه الجملة أصبحت كانت نجاة أو كانت نجاة طفلتان إذن كان دخلت على المبتدأ فبقي مرفوعا وأصبح هنا يسمى اسم كان ودخلت أيضا على الخبر وأصبح هنا خبر كان لكن المبتدأ بقي مرفوعا والخبر أصبح منصوبا كانت نجاة طفلة إذن لاحظوا عندما دخلت كان على هذه الجملة الإسمية فهي رفعت المبتدأ وسمي اسمها أي اسم كان ونصبت الخبر وسمي خبر كان ويمكن أن نعوضها بإحدى أخواتها مثلا سنقول صارت نجاة طفلتان إذن صارت نجاة طفلتان إذن أيضا في هذه الحالة فصار تعمل عملة كان ترفع الأول ويسمى اسمها أي اسم صارة وتنصب الثاني ويسمى خبرها أي خبر صارة ثم لدينا جملة أخرى أصبح الوالد يعمل إذن أيضا فهنا لدينا أصبح التي هي من أخوات كان وقد دخلت على هذه الجملة الإسمية هذه الجملة الإسمية أصلها الوالد يعمل الوالد يعمل فرفعت الأول أو بقي الأول اللي هو المبتدأ مرفوعا ويسمى اسم أصبح بينما الثاني هنا جملة فعلية يعمل هذا فعل مضارع مرفوع والفاعل ضامير مستر تقديره هو ونقوله والجملة الفعلية في محل صبين خبر أصبح وعن هنا صارت نجاة وزيرة إذن صار أيضا هذا ناسخ فعلي من أخوات كان نجاة اسم صارة مرفوع ووزيرة هو خبر صارة منصوب كما نلاحظ إذن سنمر للمرحلة الموالية لدينا هذا الجدول لاحظوا الجملة الأولى كما رأينا سابقا هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر نجاة طفلة لاحظوا عندي نجاة هنا مبتدأ مرفوع وطفلة أيضا خبر هو خبر مرفوع أيضا إذن هنا سندخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة إذن قلنا كانت نجاة طفلة إذن كان هنا ناسخ فعلي نجاة فهو اسم ناسخ الفعلي كما نلاحظ وطفلة وهو خبر ناسخ الفعلي منصوب بينما اسمه بقي مرفوعا أما نوع الخبر إذن قلنا الخبر هو طفلة لاحظوا الخبر هو في كلمة واحدة وليس جملة أو شبه جملة إذن هذا خبر مفرد كما رأينا في درس أحوال الخبر في الجملة الإسمية سابقا إذن حتى خبر نواسخ الفعلي قد يأتي مفردا الجملة الثانية لدينا الوالد يعمل إذن الوالد هذا مبتدأ وهذه كملة جملة إسمية لأنها تبتدئ بإسم إذن الوالد مبتدأ ويعمل هذا خبر جملة فعلية سندخل عليها أحد النواسخ سندخل أصباح إذن سنقول أصبح الوالد يعمل بحيث اسم الناسخ الفعلي أصبح هو الوالد وخبره هو يعمل ويعمل هنا كما قلنا سابقا هذا فعل مضارع مرفوع بالضمى الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهذه الجملة الفعلية هي في محل نصبين خبر أصبح ونوع الخبر إذن مدم أن هنا جملة فعلية إذن سنقول نوع الخبر جملة فعلية الجملة الثالثة لدينا نجاة وزيرة إذن هذه جملة إسمية تتكون من مبتدأ وخبر أدخلنا عليها ناسخا فعليا هو صار فقلنا صارت نجاة وزيرة إذن لاحظوا المبتدأ بقي مرفوعا وهو هنا هو إسم الناسخ الفعلي صارت بينما الخبر أصبح منصوبا وهو خبر ناسخ الفعلي صارت وحتى هنا يعني أن الخبر في كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة إذن هو خبر مفرد إذن ما يمكن أن نستنتجه من هذا الجدول هو أن كان أو إحدى أخواتها أصبحا صارا أمسا ضل باتا ما زال إلى غير ذلك تدخل على الجملة الإسمية وليس على الجملة الفعلية فترفع الأول إذن الأول اللي هو المبتدأ يبقى مرفوعا لاحظوا دائما المبتدأ عندي هنا يا مرفوع ويسمى إسم الناسخ الفعلي وتنصب الثاني بحال هد طفلتان وزيرتان وحتى هد يعملونها في محل نصبين ويسمى خبر الناسخ الفعلي وأيضا أنواع الخبر قد يكون الخبر مفردا وقد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة إسمية قد يكون شبه جملة من الجار والمجرور بحال ذلك الشيء اللي شفنا في درس أحوال الخبر وكما قلنا فكان لها أخوات أخريات مثل ضل ليس أضحى أمسى باتى ما زال ما بارحى من فكى ما دامى وما فتئى إلى غير ذلك وما قلناه سابقا سنجده هنا في هذا لاستنتاج يمكنكم قراءته بأنفسكم إذن سنمر للتطبيق لدينا أدخل على الجمل الآتية كان أو إحدى أخواتها لدينا ثلاث جمل إذن الجمل الأولى المهاجر معتز بوطنه إذن هذه جملة إسمية تبتدئ بإسم سندخل عليها ناسخا فعليا إذن مثلا ممكن نقول ما زال إذن دخل عليها ناسخ فعلي أو ناسخ فعلي آخر مثلا أصبح إلى غير ذلك إذن نستعمل ما زال إذن نقول ما زال المهاجر لاحظوا المهاجر هنا هو إسم ما زال إذن ما زال المهاجر إسم ما زال مرفوع الخبر هنا سيصبح منصوبا سنقول معتزا إذن ما زال المهاجر معتزا بوطنه أو أصبح المهاجر معتزا بوطنه ثم الجملة الثانية مغاربة العالم يحترمون وطنهم إذن أيضا هذه جملة إسمية تبتدئ بإسم اللي هو مغارباته إذن سندخل عليها ناسخا فعليا نستعمل مثلا صار إذن صار ونقول صار مغارباته إذن مغارباته هو إسم صار مغاربة العالم يحترمون وطنهم وخبر صار هنا هو هذه الجملة الفعلية يحترمون وطنهم إذن الخبر هنا فهو جملة فعلية وفي الجملة السابقة الخبر هنا يا مفرد هو معتزا وعندنا الجملة الثالثة الودغيري راجل مجد إذن حتى هذه جملة إسمية نكتب داب الودغيري إذن هنا ممكن نستعملو كان نقول كان إذن كان الودغيري إذن الودغيري هو إسم كان هنا كان الودغيري الخبر هنا هو رجل هنا مرفوع سيصبح خبر منصوب سنقول كان الودغيري راجلا مجدا مجدا نعت تابع لمنعوته في نصبه والخبر هنا رجلا خبر مفرد نمر لأستثمر إذن لدينا أحدد اسم وخبر ناسخ الفعل فيما يأتي إذن لدينا أمسى الجو باردا إذن أمسى هذا ناسخ فعلي اسمه هو الجو إذن اسمه هو الجو باردا هو الخبر خبر مفرد ثم جملة الثانية أضحى المهاجر على مقربة من العودة إذن أضحى هذا ناسخ فعلي المهاجر هو اسمه الناسخ الفعلي إذن اسمه هو المهاجر والخبر هنا عندنا هنا هو على مقربة من العودة إذن هذا خبر شبه جملة من الجار والمجرور إذن خبره قلنا هو على مقربة ونوعه شبه جملة من الجار والمجرور الجملة الثالثة ما فتئ البحر يهيج إذن ناسخ الفعلي اللي عندنا هنا هو ما فتئ واسمه هو البحر أما خبره فهو يهيج والخبر هنا جملة فعلية نمر إلى النشاط الثاني آصل الناسخ الفعلية بالجملة المناسبة إذن عندنا هنا نواسخ فعلية صار ما زال بات وليس إذن صار إذن ماذا يمكن أن نقول عندنا هنا الحر شديدا التاجر أمينا النور ضقيلا والمريض نائما إذن صار الجملة اللي ممكن تناسبها ممكن نقوله صار الحر شديدا صار التاجر أمينا إلى غير ذلك وما زال إذن ممكن نستعمله مثلا صار التاجر أمينا ثم ما زال إذن هنا ممكن نقوله ما زال الحر شديدا أو ما زال المريض نائما إذن نختار ما زال المريض نائما بات إذن هذه مدام عندها ارتباط بالليل نقوله بات النور ضئيلا وليس ليس هذه خاصة بالنفي ناسخ فعلي خاص بالنفي ممكن نقوله ليس الحر شديدا إذن ليس الحر شديدا ثالثا أعريب إذن لدينا ثلاث جمل صارت نجاة وزيرة إذن فهد الجملة إذن صار إذن صار هنا هذا هو ناسخ فعلي ولكن هو في الحقيقة رأى فعل فعل وهنا يرى في زمن الماضي إذن سنعرفه صار صار بوحد هنا فعل ماض وكننقوله فعل ماض ناقص لأنه غير تام التصرف إذن كنقوله صار فعل ماض ناقص مبني على الفتح هو عنده فقراء وعن هالتاء غير تأنيت الساكنة لا محل لها من الإعراب لأن اسم صار هنا مؤنث وكننضيف التأ ديال تأنيت باش تناسب مغنقوله صار نجاة وزيرة نغنقوله صار لأن نجاة هنا مؤنث إذن صار قلنا فعل ماض ناقص مبني على الفتح وتاء التأنيت هالتاء في الآخر تاء التأنيت الساكنة لا محل لها من الإعراب إذن هي فقط للتأنيت ثم نجاة إذن نجاة هذا اسم صار كيف هو مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كيف ما كان لاحظ هنا وكل ناس خفعل يحتاج إلى اسم وإلى خبر إذن خبره هنا هو وزيرة إذن وزيرة خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كما نناحد أيضا إذن هذه الجملة الأولى الجملة الثانية لدينا ليس ليس البحر أمواجه عالية إذن لدينا هذا ليس إذن ليس هي من أخوات كان ولكن هذا كان عربه فعل ماض جامد إذن فعل ماض جامد هذا لا يتصرف في المضارع والأمر بل يلزم صورة واحدة هي الماضي إذن ليس فعل ماض جامد مبني على الفتح قلنا لأنه لا يتصرف في المضارع والأمر ثم البحر إذن البحر هنا اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كيف مكان لاحظه أمواجه إذن هذا أمواجه أمواجه عالية هذي رأيها جملة داخل جملة جملة اسمية داخل هذه الجملة الاسمية لدخل لها ناسخ الفعل ليس إذن أمواجه إذن فقط أمواجه هنا فهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وهذا الهاء إذن الضمائر عندما تتصل بإسم فهي تكون في محل جر مضاف إليه وبالتالي هذا الهاء هنا غنقل والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه هذا المبتدأ هذا أين خبره أمواجه عالية الأمواج عالية إذن عالية هو خبر المبتدأ خبر هذا أمواج مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذن أين هو خبر ليس إذن غنقل والجملة الإسمية في محل صدين خبر ليس لأن خبر النواسخ الفعلية يكون منصوبا وهنا اللي سنتجه هو أن خبر النواسخ الفعلية يأتي أيضا جملة إسمية بحل وبحل خبر المبتدأ إذن هذا ما يتعلق بالجملة الثانية والذي هنا جملة ثالثة بات القمر منيرا إذن بات هنا فعل ماض ناقص مبني على الفتح القمر اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره منيرا إذن منيرا هنا خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره والجملة الأخيرة كان الجو باردا إذن كان هنا فعل ماض ناقص مبني على الفتح الجو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره باردا إذن باردا هنا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره إذن كما رأينا فالنواسخ الفعلية تدخل على الجملة الإسمية ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها وأيضا فاحتى خبر النواسخ الفعلية قد يأتي مفردا أو جملة فعلية أو جملة إسمية أو شبه جملة إذن نكتفي بهذا القدر شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر